بعد خمسة أعوام من الحصار الخانق ها هي ميليشيا الحوثي الانقلابية تعلن نيتها فتح المدخل الشرقي الرئيس لمدينة تعز الإعلان الحوثي جاء خلال اتصال تلقاه رئيس لجنة المفاوضات حول فتح الطرقات في تعز النائب البرلماني عبدالكريم شيبان من الوزير المسؤول عن الأشغال في سلطة الأمر الواقع بصنعاء غالب مطلق الذي أبلغه نية قيادة الجماعة الانتقال بخطوة فتح المعبر الشرقي إلى حيز التنفيذ قريبا النائب شيبان عبر في بلاغ صحفي عن ترحيب الجانب الحكومي بهذه الخطوة معربا عن أمله في أن يصدق الحوثيون هذه المرة وأوضح شيبان أنه أرسل مسودة اتفاق إلى الوزير مطلق تتضمن الطرق التي سيسلكها المواطنون بعد فتحها وإزالة الألغام التي زرعها الحوثيون فيها على أن تتولى الشرطة الحكومية في المحافظة تأمين هذه الطرق حقيقة الأمر في مدينة تعز مواطنين وسلطة محلية وجيش وطني نرحب هذه المبادرة بفتح الطرق لكن هل سيصدقوا يقوم فتح الطرق؟ إحنا حددنا لهم الطرق التي يجب أن يتم فتحها وهي خط طريق سفتيل جولة القصر ووادي صالة منطقة صالة إلى الجحملية أو طريق منطقة سفتيل جولة سفتيل جولة القصر إلى جولة مريف إلى حوض الأشراف ثم نفتح طريق بفرقة ذكرة خطة ستين ثم خطة ستين إلى مصنع السمن الصابون إلى المطار القديم إلى بيرباشة لدخول الناقلات الكبيرة حتى لا يسبب هناك ازدحام أنا أستغرب من بعض الناس ومن بعض من يطرحون أنه نحن نرفع فتح الطريق أريد أن أعرف من هو مغلق بالطريق الطريق هي مغلقة من قبل الحوثي والمفتاح لديه متى ما يريد فتحها سيتم فتح الطريق نحن محاصرين في داخل مدينة وليست مفتاح الطريق لدينا على مدى عشرة أشهر تجاهل المبعوث الدولي ومكتابه والحوثيون المطالب الملحة التي تقدمت بها وجاهات تعز الاجتماعية والناشطون لتنفيذ البند الثالث من تفاهمات السوكهولم والمتعلق بفتح المعابر المؤدية إلى مدينة تعز ومديريات المحافظة الأخرى ليتحول التزام واجب التنفيذ استنادا إلى اتفاق السويد إلى مبادرة حسن نوايا من جانب الحوثيين الحصاد المر الخمس سنوات من الحصار الخانق أنتجى وضعاً مأساوياً عاشته تعز ودفعت جراءه كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة من أبرز مظاهرها تمزيق العلائق الاجتماعية وعدم قدرة الأسر على الالتئام والتكاليف المالية الكبيرة التي يتكبدها السكان للانتقال عبر الطرق البديلة الطويلة والشاقة بالإضافة إلى حرمان آلاف الطلاب من مواصلة دراساتهم الجامعية تغيرات مهمة ستطرأ بعد إعادة فتح المدخل الشرقي لمدينة تعز إن صدق الحوثيون ويبقى أن تنتقل هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ المبني على اتفاق السويد الذي يجري تجاهله حتى اللحظة من جميع الأطراف